السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مقرر التقنية الرقمية 2.2 سنكمل بإذن الله درسنا الموقع الإلكتروني التفاعلي أهداف الوحدة ما هي الموقع الإلكتروني المستجيب ومزايا إنشاء موقع الإلكتروني مستجيب ما هي الموقع الإلكتروني التفاعلي وخطوات إنشاؤه استخدام جافا سكريبت لإنشاء موقع الإلكتروني تفاعلي استخدام تقنيات تحسين محركات البحث لرفع تصنيف الموقع ما هي الرسائل الإخبارية الرقمية والهدف منها تصميم قالب الرسائل الإخبارية من الأدوات التي تم استخدامها محرر في جول ستوديو كود إذن في درسنا اليوم سيتم استخدام تقنيات تحسين محركات البحث لرفع تصنيف الموقع سنتعرف على تحسين محركات البحث وكيفية عمل محركات البحث مثل الزحف والفهرسة والترتيب أيضا سنتعرف على عرض صفحة إلكترونية العرض من جانب العميل والعرض من جانب الخادم تعرفنا في الدرس الماضي لغة الجافة سكريبت إذن ما هي لغة الجافة سكريبت؟ لغة الجافة سكريبت هي لغة عالية المستوى يتم استخدامها لجعل صفحات الـ HTML أكثر فعليا وديناميكية كيف يمكن كتابة مقطع برمجي جافة سكريبت في الـ HTML؟ تعرفنا في الدرس الماضي أنه يتم كتابة مقطع الجافة سكريبت عن طريقين لما أن يكون داخلي في قسم الـ Body أو الـ Head أو يكون ملف خارجي طبعا يمكن إنشاء ملف خارجي بامتداد الـ GS وحفظة في ملف وأيضا يمكن الرجوع إليه باستخدام خاصية Start في وسم سكريبت أيضا تعرفنا على طريقة إنشاء ملف خارجي جافة سكريبت وتعرفنا أيضا على طريقة تعريف المتغيرات في جافة سكريبت عن طريق كتابة VAR بعد ذلك اسم المتغير بعد ذلك قمنا باستدعاء الـ New Date لتقوم بإرجاع التاريخ بعد ذلك قمنا بتعريف متغير Hour Now بعد ذلك قمنا باستدعاء دالة كتابة Hour لتحويل الزمن من صفر إلى ثلاثة وعشرين بعد ذلك استخدمنا دالة الـ F إذا كان الزمن أقل من 12 تقوم باتباعة صباح الخير بينما إذا كان الزمن أكبر من 18 تقوم بعرض مساء الخير بعد ذلك قمنا بربط الملف جافة سكريبت بصفحة HTML عن طريق الوسم سكريبت والسورس بعد ذلك كتابة اسم الملف الجافة سكريبت لتظهر بهذا الشكل رسالة الترحيب عندما تكون الساعة أقل من 12 وتظهر رسالة الترحيب إذا كانت الساعة أكبر من 18 أو 6 تظهر مساء الخير بينما إذا كانت الساعة أكبر من 12 وأقل من 18 تظهر رسالة مرحبا أيضا تعرفنا في الدرس الماضي على قائمة الهامبرغر وهي قائمة عبارة عن أيقونة مثلات أسطر في أعلى الزاوية الوسرة أو اليمنى من الموقع عند الضغط عليها تتم فتح قائمة بها مجموعة من الخيارات الإضافية هناك عدة خطوات لإنشاء قائمة الهامبرغر أولا تحميل مكتبة الأيقونات إلى ملف HTML بعد ذلك إضافة الدف داخل ملف HTML يحتوي على مكتبة الأيقونات وفئة الرمز Icon Class الخطوة الثالثة إنشاء مقطع برمجي لجافا سكريبت والخطوة الرابعة إضافة ملف CSS لتنسيق النص أو تنسيق القائمة في البداية قد تم إضافة مكتبة الأيقونات عن طريق الرابط التالي تم استراد الرابط أو نسخ الرابط من كتاب التفاعلي لمنصة عين نقوم بربطه في ملف HTML عن طريق الرابط بعد ذلك إضافة رابط ملف CSS الذي يحتوي على مكتبة الأيقونات الخطوة الثانية قمنا بإنشاء أو إضافة في ملف HTML قمنا بربط ملف جافا سكريبت وأيضا إضافة كلاس آيكون وأضفنا أيضا زر البتن وأضفنا القائمة آيكون في الخطوة الثالثة قمنا بإنشاء مقطع برمجي من جافا سكريبت سكريبت ليقوم بتبديل القائمة إذا كانت الشاشة أكبر من 700 حجمها أكبر من 700 يتم إبقاء القائمة منيو كما في شكل سابق أما إذا كان حجمها أقل من 700 يتم استدعاء دالة إذا ما الهدف من إنشاء مقطع جافا سكريبت يجعل القائمة تبدل بين إضافة وإزالة فئة الاستجابة عندما يكون العرض أقل من 700 فإن العناصر القائمة تختفي وتظهر الأيقونة وعندما يضغط المستخدم على هذه الأيقونة يتم عرض القائمة في عمود أيضا خطوة رابعة إضافة ملف SCSS لضبط قسم القائمة وقسم القائمة المستجيبة هنا يتم إخفاء القائمة السابقة ويتم وضعها في الجهة اليسار عند الضغط عليها نقوم بفتح قائمة المستجيبة بعرض القائمة على شكل عمود يتظهر بهذا الشكل إذا كانت حجم الشاشة أقل من 700 تقوم بظهور قائمة الهامبرغر وتظهر القائمة على شكل عمود في درسنا اليوم سنتعرف على تحسين محركات البحث وسنتعرف على طريقة تحسين محركات البحث بالإضافة إلى طريقة عرض القائمة إذن ما هي تحسين أو ما المقصود بتحسين محركات البحث؟ هي جميع الإجراءات التي تحتاجها في هيكلية وتركيب محتوى الموقع الإلكتروني وذلك لرفع تصنيف الموقع وزيادة عدد الزائرين إذن ما المقصود بتحسين محركات البحث؟ أي جميع الإجراءات التي يتخذها العميل لجعل الموقع يظهر في محركات البحث أو يظهر في أعلى التصنيف من خلال الوصول إلى الموقع عن طريق نتائج البحث باستخدام الكلمات المفتاحية المتعلقة بالمحتوى وليس عن طريق الإعلانات المدفوعة إذن هناك عدة طرق لجعل الموقع يظهر في نتائج البحث عن طريق الكلمات المفتاحية وليس عن طريق الإعلانات المدفوعة إذن أولاً من تقنيات تحسين محركات البحث تحسين العناوين الرئيسة إذن توجد عديد من التقنيات التي يسهل تنفيذها وتأتي بنتائج جيدة لزيادة معدل حركة على الموقع الويبسايت ترافيك أول طريقة أول تقنية تحسين العناوين الرئيسة حيث أن وسم التايتل له وزنه الخاص في محرك البحث يجب أن تكون الكلمة المفتاحية المهمة في البداية مع إضافة الكلمات المفتاحية المناسبة إلى رأس الصفحة هيدر قدر الإمكان إذن أول تقنية من تقنيات تحسين محركات البحث هي تحسين العناوين الرئيسية دائماً العناوين الرئيسية تكتب في قسم الهيدر عند وسم التايتل ثانياً من التقنيات اختيار صور بأحجام مناسبة تتطلب الصور مساحة تخزينية أكبر على الخادم مما يعني أنها ستطلب مساحة تخزينية أكبر على الجهاز المستخدم ووقت أطول لتحميلها حيث أن الصور التي يستغرق وقت طويل لتحميلها تؤثر بشكل سلبي على تصنيف الموقع إذن لتحسين محركات البحث لا بد من اختيار صور بأحجام مناسبة حتى يتم ظهورها في محركات البحث أيضاً من التقنية لتحسين محركات البحث تشغيل أدوات تتبع معدل حركة على الموقع حيث يعد التتبع مصلحة مهمة للغاية في تحسين محركات البحث لتتبع نتائج المواقع الغير مدفوعة وتخبرك بمدى التقدم في جذب المزيد من الزائرين للموقع إذن كيف تعمل محركات البحث؟ تعمل من خلال ثلاث وظائف أساسية أولاً الزحف ثانياً الفهرسة ثالثاً الترتيب الزحف هو عملية اكتشاف ترسل فيها محركات البحث فريقاً من الروبوتات معروفة باسم برامج الزحف أو العناكم للعثور على محتوى جديد وحديث يمكن أن يختلف المحتوى فقد يكون صفحة الإلكترونية أو صورة أو مقطع فيديو أو ملف PDF ولكن بغض النظر عن المحتوى يتم اكتشاف المحتوى عن طريق الروابب إذن تعمل محركات البحث عن طريق الزحف المقصود بالزحف تقوم بإرسال العناكب أو إرسال الروبوتات للبحث عن المحتوى المحتوى قد يكون صورة أو ملف بعد ذلك يتم تخزينها في الفهرس مثال يبدأ الجوجل بوت بجلب بعض الصفحات الإلكترونية ثم يتبع روابط الموجودة على هذه الصفحات للعثور على العناوين الURL الجديدة بعد ذلك من خلال التنقل على طول مسار هذه الروابط يكون الزحف قادراً على العثور على محتوى جديد وإضافته إلى محرك البحث جوجل إذن أين يتم تخزين عناوين الURL المكتشفة أثناء عملية الزحف؟ ممتاز تتم عملية التخزين العناوين الURL المختلفة عن طريق الفهرسة إذن المقصود بالفهرسة عملية تخزين وتنظيم المحتوى الموجود أثناء عملية الزحف الفهرس هو قاعدة بينها الضخمة لعناوين الURL المكتشفة عن طريق الزحف والتي سيتم استردادها لاحقاً عندما يبحث المستخدم عن معلومات بمجرد إدراج الصفحة في الفهرس سيتم عرضها كنتيجة لاستعلامات ذات صلة أيضاً تعمل محركات البحث عن طريق الترتيب وهي عملية ترتيب نتائج البحث حسب الصلة بالاستعلامات من الأكثر صلة إلى أقل صلة بالموضوع افترض أنه كلما تم تصنيف موقع إلكتروني بأعلى صلة كلما كان محرك البحث يعتقد أن الموقع مرتبط بالاستعلام إذن تعمل محركات البحث عن طريق الزحف أي البحث عن المواقع بعد ذلك الفهرسة يتم تخزين الURL في الفهرس بعد ذلك يتم ترتيبها من الأعلى للأقل صلة أيضاً سنتعرف اليوم على عرض صفحة إلكترونية من مقصود بالعرض هو العملية التي يجب أن يمر بها الهاتف أو الحاسب أو الجهاز اللوحي أو أي متصفح آخر من أجل جلب صفحة إلكترونية للمستخدم في معظم الأحيان يتطلب هذا أن يحصل الجهاز الحاسب على عدة موارد مختلفة الجافرسكريبت والسي أس إس والأج تي أم إل لجعل الصفحة تعمل بالطريقة التي تريدها ممكن أن تستغرق عملية العرض وقتاً طويلاً اعتماداً على حجم وكمية تلك الموارد المختلفة التي يجب على متصفحك الذهاب إليها وجلبها هناك طريقتين لعرض الصفحة الإلكترونية أولاً العرض من جانب العميل وهي الخيار الأقل ملاءمة لتحسين محركات البحث لماذا هي الخيار الأقل ملاءمة؟ لأنها تستغرق وقتاً أطول تستغرق وقتاً أطول لتحميل الصفحة على الجهاز المستخدم حيث أن الخادم يقوم بإرسال الصفحات مفككة كل محتوى سيتم إرساله بعد ذلك سيتم التجميع الصفحات في جهاز المستخدم وهذا يستغرق وقتاً أطول إذن يقصد بالعرض من جانب العميل أن العميل جهاز المستخدم الذي يقوم بالبحث يعرض محتوى الصفحة الإلكترونية بدلاً من تجميع الصفحة على الخادم ثم إرسالها إلى متصفحك يتم إرسال الصفحة إلى مستعرض الخاص بك مفككة تاركاً المتصفح يعمل على تحميل وجمع كل المحتوى إذن يكون الوقت أطول مما يجعل هذا الخيار أقل ملاءمة لتحسين محركات البحث هذا يعني أنه يتم استرداد البيانات من الخادم ويتم معلجتها في المتصفح لعرضها على المستخدم الطريقة الثانية لعرض صفحة الإلكترونية هي العرض من جانب العميل وهي الخيار الأقل ملاءمة لتحسين عفواً الطريقة الأولى العرض من جانب العميل أولاً يرسل الخادم استجابة إلى المتصفح بعد ذلك يقوم المتصفح بتنزيل ملف الجافة سكريبت بعد أن ينتهي المتصفح من تنزيل جميع المحتويات ينفذ المتصفح ردة الفعل بعد ذلك تكون الصفحة قابلة للعرض والتفاعل الطريقة الثانية لعرض الصفحة الإلكترونية العرض من جانب الخادم وهي الخيار المفضل لكبار المسؤولين الاقتصاديين لتحسين محركات البحث حيث أنه هو الأساس الأسلوب الذي يتم عرض الصفحة بأكملها بواسطة الخادم هنا يتم تحميل الصفحة كاملة بواسطة الخادم بعد ذلك يتم إرسالها إلى جهاز العميل ويستلم الخادم الصفحة المحملة بالكامل إلى العميل إذن يقوم يرسل الخادم جاهز لتقديم استجابة الـ HTML إلى المتصفح الآن يعرض المتصفح الصفحة بإمكانية عرض جديدة ويقوم بتنزيل ملف الجافة سكريبت هنا يتم تحميل الصفحة كاملة في الخادم بعد ذلك المتصفح ينفذ ردة الفعل بعد ذلك يكون صفحة قابلة للتفاعل والعرض لماذا يعد العرض من جانب الخادم مفيداً لكبار المسؤولين والاقتصادية؟ لأن المحتوى موجود على الخادم قبل أن يحصل عليه العميل لذلك يمكن الزحف إليه وفه راسته لما يؤدي إلى ترتيب أفضل وحركة مرور أكبر على الصفحة إذن الزحف في العرض من جانب الخادم تكون أسهل من الزحف في العرض من جهة العميل ولكن بأداء أقل عند عرض الخادم صفحة جديدة بالكامل وليس المحتوى الجديد فقط لماذا يكتسب العرض من جانب العميل المزيد من القوة في الوقت الحاضر؟ لأنها تحتوي مواقع الحديثة على مئات الأسطر من التعليمات البرمجية والعديد منها يشبه التطبيقات نظراً لأنه يتجنب الطلبات المتكررة إلى الخادم فالخادم مسؤول عن تحميل جزء من صفحة إلكترونية HTML فقط ويتم التعامل مع كل شيء آخر بواسطة مكتبات Java Script من جانب العميل إذن يكتسب العرض جانب من القوة لأنه يتم فقط الأجزاء الحديثة بينما الأجزاء القديمة تم تحميلها مسبقاً في مصفح المستخدم علل تحسيد محركات الباحث الـ SEO للمواقع الإلكترونية ستتأثر سلباً عند استخدام العرض من جانب العميل حيث لا يعرض المحتوى حتى يتم تحميل الصفحة على المتصفح حولاً يتمكن الموقع من التحميل حتى يتم تنزيل Java Script بالكامل على المتصفح حيث أنه يحتوي على جميع المحتوى الذي ستحتاج إليه مما يجعل وقت التحميل الأولي طويلاً بعض الشيء مزايا وعيوب الطريقتين العرض من جانب العميل مزايا تفاعلات الموقع كثيرة عرض سريع للموقع بعد التحميل الأولي مناسب لتطبيقات الويب اختيار قوي من مكتبات Java Script العرض من جانب الخادم المزايا يمكن لمحركات البحث الزحف مما يؤدي إلى تحسين محركات البحث أيضاً تحميل الصفحة الأولية أسرى أيضاً مناسب للمواقع الثابتة عيوب العرض من جانب العميل انخفاض تحسين محركات البحث لأن هنا الزحف ليس غير قادر على تخزين الURL قد يتطلب التحميل الأولي مزيداً من الوقت يتطلب مكتبة خارجية في معظم الحالات بينما عيوب العرض من جانب الخادم كثرة طلبات الخادم عرض بطيء للصفحة بشكل عام لأنه يتم تحميل جميع محتويات الصفحة في الخادم بعد ذلك إرسالها إلى العميل إعادة تحميل الصفحة بالكامل هنا يتم إعادة الصفحة بالكامل هنا يتم إعادة الأجزاء الجديدة فقط تفاعلات الموقع قليلة نشاط حد الجمل التالية هل هي صحيحة أم خاطئة واحد يقصد بتحسين محركات البحث جميع الإجراءات التي تحتاجها في تركيب محتوى الموقع لرفع تصنيف الموقع وزيادة عدد الزائرين لا ممتاز الإجابة صحيحة اثنين يتم تحسين العناوين الرئيسية من خلال الوسن بودي الإجابة خاطئة يتم تحسينها من خلال الوسن تايتل الثلاثة الزحف هو عملية الاكتشاف التي ترسل فيها محركات البحث فريق من الروبوتات للعثور على محتوى جديد وحديث ممتاز الإجابة صحيحة أربعة الفهرسة هي عملية ترتيب نتائج البحث حسب الصلة بالاستعلامات الإجابة خاطئة الإجابة الترتيب هي عملية ترتيب النتائج البحث خمسة من مزايا العرض من جانب العميل مناسب لتطبيقات الويب ممتاز الإجابة صحيحة ستة من مزايا العرض من جانب الخادم كثرة الطلبات الخادم إجابة خاطئة تعتبر من عيوب العرض من جانب الخادم من عيوب العرض من جانب العميل يتطلب مكتبة خارجية في معظم الحالات الإجابة صحيحة ثمانية من عيوب العرض من جانب الخادم مناسب للمواقع الثابتة الإجابة خاطئة إذن تعلمنا في هذا الدرس تحسين محركات البحث بالإضافة إلى كيفية عمل محركات البحث من خلال الزحف والفهرسة والترتيب أيضا تعرفنا على عرض صفحة إلكترونية هناك طريقتين للعرض العرض من جانب العميل والعرض من جانب الخادر بتقويم ختامي أضف مقطع برمجي جافة سكريبت إلى ملف الـ HTML وذلك لعرض التاريح والوقت بالضغط على الزر هنا يتم استخدام البوتن كما تعلمنا في هذا الدرس شكرا لكم على حسن المتابعة